موسيقى موسيقى مشاهدين أهلا بكم في الجزء الثاني من الساعة الاقتصادية والذي سنخصصه لمناقشة تموين الأسواق أسبوع قبل دخول شهر رمضان المبارك كيف هو تموين الأسواق؟ كيف هي الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن؟ وهل ستؤدي الجهات الوصية دورها لضمان استقرار الأسعار والقضاء على المضاربة؟ والاحتكار كل ذلك سأناقشه في البلاتو مع ضيوفي سيد عيسان بدريسي الأمينة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين أهلا وسهلا بك سيدي أهلا وسهلا تحركي ولكل مشاهدين لقناة الاقتصادية الأولى شكرا سيدي كما أرحب بي سيد جمال موكلي رئيس الفيدرالية الوطنية للأسواق وتجار المواد الغذائية أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك الأخت الكريمة أهلا بك وأرحب أيضا بضيفي سيد محسن فارس عضو المكتب الوطني لمنظمات الدفاع عن المستهلك حمايتك أهلا وسهلا بك سيدي أهلا وسهلا شكرا على هذه الاسطافة الكريمة العفو لو نبدأ من لقاءكم الأخير بوزير التجارة الذي نظم خصيصا لضمان ضبط وتموين الأسواق لو تعطينا ربما أهم المخرجات سيد بدريسي حقيقة ونحن نثمن أولا هذا الاجتماع مع السيد وزير التجارة والنقطة الإيجابية هي جمعيات حماية المستهلك كانت حاضرة هذه الثلاثية ضرورية وأساسية وجاءت في وقتها قبل أيام من شهر رمضان نقاب حكومة جمعيات حماية المستهلك من شأنه تعزيز الثقة أي الثقة أساسية وضرورية لضمان تموين السوق وكذلك الاستقرار والحفاظ على الأسعار وبالتالي كان لقاء تنسيقي جد مصمر كان لقاء تنسيقي من خلاله وضعنا كل نقاط المستركة كل قواس المستركة ومن خلاله تكلمنا على كل العراقيل كل المشاكل وكل المعويقات التي هي الآن في السوق ومن شأنها أن ترفع الأسعار ومن شأنها ربما أن تخلق الندرة ومن شأنها كذلك أن تجعل هناك عدم تفاهم ربما بين المستهلك وبين التاجر في الكثير من الأحيان سهر رمضان أكدنا من خلال زملائنا في حماية المستهلك أننا متلحمون متفاهمون من أجل التعاون وتضافر الجهود للحفاظ على الأسعار نحن أكدنا على الثقة هي أولا ثم تتلقنا إلى الكثير من الأمور التي من شأنها الأليات والنقاط التي من شأنها ربما أهم النقاط التي ركزت عليها كاتحاد عام للتجار والحراف أكدنا الأسواق الجوارية كآلية جديدة كفاعلة وفعالة قد لها جدوى اقتصادية وفضاء آخر لحماية المستركة من خلالها يكون فيه البيع المباشر البيع الترويجي والبيع بالتخفيض في هذه النقاط تكون فضاء آخر للمستركة لإقتناء كل حاجاته الضرورية والأساسية بأسعار معقولة هي 58 أعتقد سوق جوارية هي 58 ولاية حوالي 553 سوق في كل دائرة يكون سوق جواري تضامني يسميناه سوق جواري تضامني شارك في الاتحاد العام للتجار والحلف الجزائرين من خلال الفيدرالية في منضوية تحت لوائه تدار جملة تدار تزيئة المتعاملين الإقصاديين وغيرهم بالإضافة والشيء الإيجابي كذلك أن كل قطاعات وزاريات السلاء ستشاره وهذه السنة في هذه الأسواق بما فيها وزارة الصيد البحري من خلال المنتجات الصيدية وزارة الفلاحة من خلال ورف الفلاحة والفلاحين كذلك المرأة المكتبة ببيت وزارة التضامن والحلفين كذلك هذه الأسواق تنطلق ربما هذا الأسبوع قبل عشر أيام من شهر رمضان وتستمر إلى ما بعد عدد الفيط وبالتالي أكدنا أنها يكون فيها كذلك كل مواد ضرورية الاستلاكية الواسعة للسلاك زيد بأسعار مباشرة الشيء اللي جابي أنها بأسعار مباشرة ونحن كنقابة كتجار وحرفيهم كنقابة دائما نتغاضى عن حقوقنا ونحاول من باب الوطنية من باب تلاحو المتكافل الوطني أن نساهم في هذه الأسواق خدمة لصالح العام وخدمة لإخواننا المستبكين نعم ماذا فيما يخص النقاط التي ركزتم عليها كمنظمة لحماية المستهلك سيد فارس نعم حقيقة تحديارات لشهر رمضان الكريم حقيقة بدأت منذ أشهر مع مديرية التجارة على المستوى الوطني بالتنسيق مع ما كاتبنا المنتشرة في جميع ربع الوطن هذه اللقاءات كانت مؤخرا لقاءات مع سيد الوزير مع جمعية حماية المستهلك وأيضا الاتحاد العام للتجار الجزائريين كانت فرصة لتقديم مقترحات لضبط وتمويل السوق الوطنية خلال شهر رمضان في 23 وكان هناك لقاء تاني أيضا مع سيد الوزير كانت فرصة حقيقية لتقديم مقترحات المنظمة ومنظمة حمايتك من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري في دل الارتفاع الفاحش للأسعار والحمد لله كنا تلقينا تمطين التطمينات من السيد الوزير بخصوص وفرة المنتوجات وأيضا الأسعار حفاظ على الأسعار نعم ماذا بالنسبة لك سيد موكلي بما أنك رئيس الفيدرالي الوطنية لأسواق وتجار المواد الغذائية كان فيه ربما مواد غذائية عادة منصبها في الأسواق وهي أساسية مثل مادة الزيت السميد يعني ماذا عن وفرتها هذه الأيام سيد موكلي في الحقيقة في الجزائر عندنا اكتفاء ذاتي كي تشوف الشركة المنتجة رح تصدر إلى الخارج وإحنا عندنا واحدة الإحصائيات واحدة دراسة السوق بأن عندنا شركة منتجة اللي رح تنتج اليوم المادة الزيت والسكر تلحق حتى 140-150% تغطية المستوى الوطني مع شركة واحدة أخرين نقدرون أن نكفيهم مئتين بالمئة معناتها مئة بالمئة للمستهلك الجزائري كما تعرفون نحن عندنا ينموين بونديري لتعالى كونسومسيون تعزيز 13-14 لتلاف العام لشخص واحد في الجزائر لو كان ندير الكثفة السكانية اللي عندنا في الجزائر 45 مليون نس عامة ولا نزيدوا حتى الخمس ملايين ولا عشر ملايين بالك السياح ولا الأجانب ولا يمشي مسجلين معناتها لتعالى عندنا لهم تقسيم 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 على الكثفة السكانية لكي يمد دي كوطة دي ستيني بور لارجون لا دي كوطة لكي يترسلوا الأهداف لكل ولاية كل موزع اللي يكون في الجزائر صدير لديوا الأهداف لكي يجعلها لكي يجعلها لكي يغطي لازمي لحق هذا نعم وإذا علش منصيبوش مثلا سميد في الأسواق نحضروا على الزيت نروح بعد على الزيت نعم لكي يزوج حواج ديفير لكي ما زيت اليوم دونك اوتوماتيكمو كي قرب شهر رمضان حاجة اللولان كان الناس تستعمل زيت منهم جمعات العزيلابيا والمقروط والأمور هذو الحالويات يكثروا دونك لكوانتيتي تزيد وكان شي ناس عندهم الفكر تحهم باللي راح تكون على كريز دونك يوليو يستوكيو باش يديروا الحواج هذو وكان الناس عندهم اللحفة لعلي استوكاج هذه رهي 60% أنا كمتعامل اقتصادي في الميدان ثبت الكاميرا تفوان سربيو في السيبر مارشي تزيد 200-300 شخص يوميا هما نفس الأشخاص نفس الأشخاص نفس الأشخاص نفس الأشخاص نفس الأشخاص نفس الأشخاص الأمن معنا والكونترولير دي بري تعطي تجار وكل نحاول يجيب لك خمسة خمسة من الناس يعودوا يديروا لشان ودفو أمام يصران الضغوطات على المحلات يقول لك يستعملوا العنف باش يديروا هذه المادة هذه حاجة الأولى زيد بالزيادة الله يبارك البلد نقر نحبول نكره دول مجاورة تخرج كميات كبيرة لا يوجد الحرص الشديد يعني تهريب تتهرب هذه المواد الأساسية لدول المجاورة نعم تهريب بكمية قليلة من من القليلة تأثر نعطيك مثال في هذا الموضوع مثال نروح للطلب العربي ودسوف الحدادة باريك هذه عندنا ليبيا وعندنا مننا تونس عندنا دخول والخروج عادي الناس تخرج يقدر واحد يخرج زوج بوادن اربعة بوادن خمس عشر بوادن وقال حدادة تزاير تولي تأثر على ورقلة ورقلة تأثر على غردية غردية تأثر على الغواط وهي رايحة وروح من الشرق ثاني تبدأ من الشرق متبسة تلحق لك الاستيف لا لحكت الاستيف لحكت الالجي نفس الشي الجهة الغربية هذا ثاني من صدر من الحويج لزادو هذه وزيد بالزيادة متأكد باللي ارخص المواد هذه والواسيات الاستيه لك اللي تبيعه مرخصها هي الجزائر في البلد المجوارة سوال افريقية ولا في الشرق ولا في الغرب البلاد ولا من في اوروبا اليوم الناس اللي يزيمي يتوانا يقول ويجعلوا بيدون زيد في المطار ولا يجعلوا بطة فرماج تعبشكيري هي مثالة ولا ما نسميوش العلامات هي اصلها اجنابية اصلها فرنسية تلقى منها يديو 15 بوايط تعالى الفرماج من الجزائر هذا اثر سلبيا وكان فئة اللي تقوم بالتهريب من اجل ربح الاموال بدون زيد نعم لا من دخل في الفصل نعم هذا كحاجة واحدة نعم سيد بدريسي لو نتحدث الان عن الاسعار في الاسواق خاصة وانه شهر رمضان لم يعد يفصلنا عنه الا ايام معدودة حقيقة الاسعار كانت مقبولة نأكد انه في تدبد ما فيش ارتفاع بالاسعار لان لاحظنا واللاحظوا الان لابدنا نكون ايجابيين نحن نؤكد انه لابدنا ان نرى الوقائع الحقيقية بطاطا ما زالت تحافظ على سعرها لانها موسمة حتى الجزر وفيه الكثير من المواد تحافظ على اسعارها الموسمية فيه بعض المواد مثل الطماطم مثل الفلفل هي في غير موسمها وبالتالي بطبيعة الحال تكون في البيوت بلاستيكية يكون الاسعار مرتفعة تكريف مرتفعة وما يمكن ان الفلاح يبيحها بالخسارة فيه كذلك بسبب ترشيد الاستيراد وغلق باب الاستيراد الكثير من المواد للأسف قضية العضو الطلب لاحظنا الندرة وبالتالي الكثير من الربع المتعام الاقتصادين احتقلوا السوق ورفعوا الأسعار بالإضافة لا ننسوش المضاربة وكذلك عصابات المضاربة نحن نأكدها لا نتغذى عنها لأن السيد رايس جمهوري قد صرح مؤخرا في أثنا الصحيح الإعلامي أن في عصابات إذا كانت ندرة فيه شيء ما يتبخ في الليل ونحن كنقابة وطنية من خلال تكتولة المهنية في دولة وطنية للمواد الغذائية واسواق الجملة عدنا معلومات حقيقية من الواقع من خلال مكاتبنا الولائية عدنا تقارير عدنا وقائع نرى أن بين ليلة وضوحها تكون ندرة رغم أن المعطاية والألقاء لأن هؤلاء المضاربين ماذا يفعلون يعتمدون على الأخبار المغلوطة على الإشاعة يخلقون ندرة ثم عن تلك الأخبار المغلوطة يكون فيه للهفة للأسف المساكل الجزائري دائما يروح ينساق وراء هذه الإشاعات حتى بعض التجار للأسف ينساقون وراء هذه الإشاعات وتكون ندرة من خلال زرع اليأس كذلك المضاربة أخذت أبعاد أخرى أنها أصبحت لها مخططات دائما تسعى إلى زرع اليأس زرع البلبة زرع الفتنة والمشكل أنها تستهدف دائما قوة المواطنة البسيط من خلال المطالب المشروعة حتى للمهنيين هناك كل ما نرى الكثير من الاحتجاجات ربما المفتاعة لا يريد أن يفتعلها الكثير من هؤلاء نقوم بضحرها والقضاء عليها بالإضافة إلى أشياء أخرى وهي أمور كثيرة نأكدها أن اللهفة المستهلك لابد لنا من عقل الاستهلاك ضروري وأساسي اليوم عقل الاستهلاك بالإضافة إلى كذلك عقل الأسعار نحن نأكد شيء آخر لأن كل معطيات كان معي زميلي محسن في الاجتماع تأوزار التجارة كل معطيات كل ألقام إيجابية المؤشرات خضراء نسبة الاحتياجات الوطنية من الزيت المدعم هو 48 ألف طن نسبة زيادة ب7 ألاف طن وابتالي اليوم لنسبة الإنتاج 55 ألف طن وبالتالي فيه مخازن ممتلئة بالإضافة كذلك للسميد الإنتاج كان من قبل 2 مليون قنطار اليوم زيادة بـ 1.5 مليون قنطار شهريا أي عدد السميد اليوم عدد الكمية السميد الموجودة في السوق حوالي 300 300-500 قنطار في الشهر بالإضافة إلى زيت المدعمة تم ضخ كميات إضافية قبل شهر رمضان بالإضافة كذلك إلى الحليب تم إعطاء أو ضخ من أجل سد العجز وكذلك تغطية الطلب المتزايد كنا نشوفه الطوابير تم ضخ كميات معتبرة قبل شهر رمضان من بودرة الحليب بالإضافة إلى القيمة الإضافية أو لفاق 5 ألف طن لتحسبة لشهر رمضان وبالتالي وين راي تروح هذه الزيت وين راي تروح السميد هذا فيه أمور لا بد أن نعالج الخلل من أساسه وهذا ما كنا نسعى إليه من خلال القواس المشتركة التي وضعناها وكذلك قد اتفقنا على القيام بحملات تحسيسية مشتركة بين وزارة وصية وبين جمعيات حماية المساكل لترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان نعم في هذا النقطة بما أنك تتحدث عن ترشيد الاستهلاك والمحاربة المضاربة ماذا عن جهاز اليقظة لمراقبة الأسواق الذي من المفروض أنه تم استحداثه ربما حوالي تكلموا عليه منذ قرابة الشهر ونصف نعم شوفي الأخت قبل أن نتكلموا على الجهاز اليقظة نختلف مع الأخ الرئيس الفيدرالية بخصوص يقال لك 60% من المنتوج بسبب لهفة المواطنين أخي العزيز تكلمت أنه الكمية التي تنتج من الزيت من طرف 6 محولين لزيت المائدة ضعفة تكفي الزاير وبلد أخرى هذا يتعدى الكمية الاستهلاك العالمي هنا السؤال المطروح من غير المعقول أن 60% من المنتوج كما تقول يديه بسبب لهفة أنا نعتقد أنه السبب الرئيسي هو التخزين الوحشي الغير مبرر لبعض التجار لم يقوموا بهذه الممارسات من أجل من أجل جعل الندرة وزيادة في الأسعار ومن هذا الباب نقول للتجار أنه لازم يعرفوا أن التخزين الغير مصرح به هو يعتبر مضاربة غير مشروعة وفي القانون المضاربة العقوبات صار ما تصل إلى 30 سنة حبس أو المؤبد أيضا من بين الاقتراحات التي قدمناها لسيد الوزير أنه تشديد الرقابة خلال شهر رمضان على الأسواق وعلى التجار وهذا ما تجاوبت معه الوزارة بإنزال أكثر من 9000 عون لرقابة في أثناء شهر رمضان وهذا بالتنسيق مع أجهزة الأمنية وأيضا الاتحاد العام للتجار ومنظمة حماية المستهلك وبخصوص نحن ندعو المواطنين أيضا بالتحلي بتقافة التبليغ والتبليغ ضد تجار المضاربين لما يحتكروا في هذه مختلف السلع والسبب الثاني صح أنه هناك لهفة للمواطن اللي راه يخزن في بعض هذه المنتجات الأساسية هذا راجع للإشاعات الإنصية وراء الإشاعات المغردة اللي يفهمها وقع للتواصل الاجتماعي من طرف الجهات تسعى لضرب استقرار الوطن وأيضا خلق أزمة داخلية وأزمة غداء أيضا هنا يأتي دورا للمنظمة الجزدي في المستهلك حمايتك بتحسيس وتوعية المواطن بدرورة ترشيد الاستهلاك وأيضا عدم تبدير هذه المنتجات خلال شهر الكريم لأن نشوف أنه شهر رمضان خرجنا له على السياق تاع وهو شهر الرحمة وشهر إيماني وصبحنا نتكلم كثيرا على المادة هذا أيضا الإشاعات خلقت هذا هذا الشيء أما بخصوص جهاز الياقضة حقيقة نتكلم عنه رئيس الجمهورية لكن نحن كمنظمة وأيضا الزميل لم نسمع به كثيرا كيفية ألية تفعيله ونطلب من المشاركة نحن مشاركة جمعية حماية مستعلك في جهاز الياقضة نحن في الاجتماع التنسيقي كنا قد تطلقنا على هذه النقلة كنا لا بد من تسريع والتعجيل بتنصيب هذا الجهاز نعم كان الجواب أنه جهاز الياقضة قد تم تنصيبه على مستوزات داخلية ولكن لم يسمع به أحد نحن كنا قد اقترحنا وقد ناشدنا سلطات الأممية من أجل إشراق الاتحاد لعامة الجوحة في جزائرين كان قابا جمعيات حماية المستعلك كان قابا وهذا من أجل إعطائه أكثر استباقية أكثر قوة وأكثر نجاعة اليوم أهل مكة أدرى بشاعر بها المستالك الجزائري وحتى التاجر هو وراء في الميدان كنا لو تم إشراك بجمعيات حماية المستعلك كمجتمع بدني اتحاد تجار كان قابا نستطيع أن نستبقى الأحداث وأن نقضي على المدرة من خلال التبليغ ربما أو التنبيه على كل الأزمات المفتعلة وكذلك على الخلل الموجود في السوق عن تاريخ التجار وكذلك عن تاريخ المستهلك نعم بالنسبة لك سيد موكلي كانت تحدث للأستاذ فارس عن مواصفه تخزين وحشي للتجار للمواد اللاغذائية وحتى للخضر والفواكه أنتم كفيدرالية وطنية للأسواق وتجار الجملة ما هو دوركم في ذلك؟ نحن رأنا في الميدان قبل أن نكون ممثلين أي فيدرالية ولا الاتحاد ولا أي هيئة رأنا مستهلكين لذلك لا نستطيع أن تهم التجار كلهم يقوموا بالصفة هذه أظن أنه أنا لا يتعدش 5% تعد تجار الحقيقيين لكن الإنسان المهرب لا يتجر لكن كمية لا لا أخي خلينا نفهم لك أنا واش كان كان مسؤوليات ما عند المواطن هو اللول المواطني اللي ما عشرين بيدون خمسين بيدون يبيع حمل إزلابيا يبيع التجار واحد آخر باش يتهربون فطورة المتعملين الاقتصاديين المتعملين الاقتصاديين المتعملين الاقتصاديين يا أخي العزيز التجار هو المحرك الأساسي للاقتصاد نحن نمثل أكثر بلك من 5 ملايين تجار على مستوى الوطني لا يمكن أن تكون بلخمس ملايين جزائري لا يمكن أن نزيه وكاين واحد الأمور يجب أن يترغل وقانونية نعطي حجم 2020 لليوم واش من التدابير لدتهم الدولة من مدة تزيد البرميار الاقتصاد على طاب كنا نخلص على طاب 2% المنتجي خلص المتعمل أنا كموازع نخلص 2% الجرسي 2% الدطان 5% هناك 10% 10% على 60 ألف معناتها تتبع 66 ألف هذا تصنف هذا مضارب ليس مضارب أخي العزيز نعم ربما نمر نعم هذا كل يوم دودة دابير زيت 65 ألف البرميار يوجد 5% يوجد 5% لكي نعطيك كيف تذهب إلى شهر لكي تجعلها لكي تجعلها معلومة أي مصنع لكي لا نسمي في القناة هذه المصانع المديرية الجهوية للتجارات على الطيف لكي نسمي المصانع اللي رأيهم في الشرق ولا في الوسط ولا في الغرب يوميا عندهم ديزاجون يرفدوا لزان ليفمون تع الموزعين ويبعثهم الولايات مقبل ما يدخل الكاميو تعزيت إلى مستودع الموزع لفاكتوري لحقت المديرية التجارات على الولاية رغم ذلك نسمون ندر في مدير السيطانيري موجودة يجيوا مرحبا بيهم هذا المنبر لكل موزع معتماد عنده كواغط ليس كواغط ليس تاجر لكي نتفهمهم لا ما يبيع في طريق تسموه تاجر نعم لكي نتفهمهم لا ليس ليس المصرح بدي بتاعه ليس تاجر ليس 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 تاجر لذلك كان سلطة سواء وزارة العمل أو أي وزارة هي تريق لهذا السكتور القانون والنوة الشرعيين اللي انتخبنا عليهم هم يصدر القوانين فقط على الموضوع سيد مكلي باختصار فقط يمسح في الظهر التاجر التاجر نازيه وكان تاجر ليس نازيه وكان تجاه القانون لك نعطيها لك 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 تسلم الخمس ملايين واحد سجل تجار لم يكن لديه التاجر في الشامعة التاجر لا يعرف الحقوق والواجبات تجاه تقول لك حالة تمبراتور تجاه تجاه أغلبية التاجر صغار ما نحضر لك تعسيم التهريب هذا ليس التاجر هذا يتجاه القانون نجل نجل التاجر لك نعطيك السجل التاجري يجب نحن التاجر نشوف لك التجاه ويجب مليون تاجر مستعدين لكي نحن نعرف الواجبات والحقوق بتاعنا لكن نحن مستهلكين لا نستطيع أن نغمر بـ 12 سنة أو 20 سنة أو 5 سنة أو 4 سنة نعم باختصار سيد الكريم المتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا يدون الزيت من المطاعم أو لأخدموا زلابية أو لأخدمون قطو كيف كان الإنتاج قبل رمضان كان الإنتاج مؤتدل لماذا كان يكفينا كامل الآن لما ضعف الإنتاج صار يكفي تزاير وبلد أخرى لنحكو على أن مواطن يشري ويعود البيع على هذا هذه أزمة اقتصادية عالمية صحيح نعم وضح لنا بركعلا بسنرجع لنقطة تسميد لو وضح لنا باختصار حكاية ما تهضر ليش مقبل 2020 نحكوش نحكو نحكو معلش باختصار فقط تروح الفرصة وانا تروح للمان هاي بلاد عايشين في الأزمة هذه هل نحكوش هذا الشيء عرف لانه تدعية أزمة الاقتصادية محسن هذا الشيء لماذا بنا نتعاون عليه كجمعيات المستجل كالاتحاد عام التلجوح في الجزيز من أجل الوصول للحوال العلاقة الاجتماعية لتربطك كم مواطن كمستجل هذا ما نسعى إليه لانه تلك الثقة التي نريد أن نعزيزها في المستمع المضاربين يحوسوا على زرع الفتنة والبلبلة وكذلك تشكيك لكل شيء هذا الشيء ما يخدمناه وبالتالي من خلالهم مدينا المستهلك مدينا لدولة باش ندير حاملات تحسيسية من أجل ترشيد الاستهلاك وقلنا كذلك عاقلنا أنت الأسهال حتى التاجر معلش لديه جزء من المسؤولية نعطيك واحدة معلومة لكي تجعل لا لن توضح لنا فقط معلومة بإفتسار على سميد فقط أغلبية الموزعين المعتمدين من المصانع نعم الوزارة التجارة لديهم من اسمه والتحهم والعالم عرفنا نعم كل واحد اسمه شركته نعم نعم مع جي بيس هذا يعني الريصانس من دوني التاجر هذا يجعل المسؤولية يسنكرونيز دخل حانوت لكي يطلعون الكليون نعم ويعطينا لفاكتور ويفيزينا في لفاكتور المشكلة بين الخالة الخالة بين تجزيء أو المستهلك تجزيء المستهلك هذه الكمية التي تكفي زائل القارة أو بلاد أخرى تبعني يا شيخ المشكل الحقيقي أنا نعطيك الأرقام بالحصة هذه مرحبا نعطيك الأرقام الحقيقيين أنا نعطيك لبصد تجربوا بوان جي بياس واحد ميت ماشي دخل واحد مرض ماشي دخل واحد دل اكتيفيتي ماشي دخل رغم كل هذا هناك متاجر ما فيهاش زيد رغم كل هذا هناك متاجر ما فيهاش زيد هذو المتاجر ما فيهاش سميد اسمح لي أخي ما نسميوش في البلاتو كين أسواق العملية عمل التوزيع مرقمنا العمل التوزيع مرقمنا على التجار المسجلين في سجل تجاري العملية التوزيع مرقمنا نعم ماشي يبيعوز زيد بادي الأرقام الكبيرة أنا أعطيك حاجة نحكم مادة السكر أنت تعسم الله كريم اللي يخدم السكر أو لا لا الحال بتاعة 25 دينار تخدم الفلون بالك أنت في دارك نعم الأسعار بما أن تقول رأي مستقرة حاليا ما طلعت بالزاق ولكن ما هو دوركم العملية التحسيسية التي تقوم بها مع التجار لضمان هذا الاستقرار دورنا 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 يقوم بدوره كامل غير منقوس أولا من ناحية التحسيس والتوعية هذا مفروق منك كل سنة عدنا حملية تحسيسية مع إخواننا في جباية حماية المستدلث من أجل ترشيد الاستراك محاربة التبديل بالإضافة إلى محاربة المضاربة التبليغ عن المضاربين وفي أمور أخرى أننا نشارك في كل مساعي النبيلة التي جاءت بها سلطات الأممية من خلال الأسواق الجوارية قلنا أننا نتغاضى في الكثير من الأحيان عن حقوقنا لأنه حتى البيع المباشر لا يخدمش التاجر لأنه السوق حر في الجزائر ولكن نحن من باب الوطنية كتجار شرافة نزهة دائما ننخلط في هذا المسعى كنتم كلكم تعرفوا أن التاجر الشريف عنده علاقة مباشرة علاقة طيبة مع الزبون الزبون هو رأس مال المساعدة وبالتالي نحن كتجار كما قال أخذ جمال تجار في مدى واحدة ولكن مستهلكي لكل مواد يهمنا جدا انخفاض الأسعى واستقرار الأسعى لأننا نتضرر مثلنا مثلكم وبالتالي نحن كالتحاد دعم تجار في الجزائيين نسعى من خلال هاته تقتلات المهلية للمساهمة في لنجاح سياسات الدولة لأنه اليوم هناك مجهودات مبذولة نعم وتعاكم في سوق فيه مرقبة سوق جبارة مبذولة السلطات العمومية بما فيها محاربة المضاربة أتأكد شي آخر أن فيه عصابات حقيقة تحاولوا أن تخلق الندرة دائما في المناسبات الوطنية ككل رمضان ككل الدخول الاجتماعي نحن 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 الحل الوحيد كما اهضر سيد رئيس الجمهورية الرقم نع احنا اهضرناها وما زالنا عودوها الف حقيقة رقم نع نحن تراضي عندنا المهمة في العام سيد موكلي المهمة التي كلفها سيد موكلي وهو الآن رئيس جديد للفدرالية وطنية لأسواق الجملة الموضة الغدائية رقم نت القطاع كآلية للقضاء على المضاربين وكذلك قشفهم وكان مشكلة واحدة أخرى تسديد نقدا لازم نقصه تسديد تأشكارا دونك مادم كان لديزي سباس صعب باش تحكم في الصوق هذي ماشي تجربتي أنا تجربة عالمية لكحنا الحمدو الله من العوام هذو الأخرين يعني يجب تعميم الدفع الإلكتروني أكيد أكيد السجل الإلكتروني كيفية جهودات هذا برنامج ما يحقولون ما تقدرش تغييره في ساعة من حد الله الخواص يخدموا التجار يخدموا لمستهلك ساكومونس الوعي الكاين في نقطة في نقطة أساسية وماشي كما كنا عشر سنين نرى اليوم في نقطة أساسية طلب مننا تقديم أسعار مرجعية تقديم قوائم الأسعار ومستعدون للعمل بالأسعار المرجعية كان عدنا اجتماع على مستوزات الفلاحة منذ يومين جدول الأعمال هو وضع أسعار مرجعية بإشارة جميع الفاعلين للدجاج واتبقنا على سعر مرجعي إن شاء الله سيطبق في شهر رمضان هذه السنة من أجل وضع سعر مرجعي للدجاج كي نحافظ على سعره هذا هو الأشياء التي نقوم بها كذلك إن خلطنا في مسعى الدولة لبيع اللحوم مستودة طازجة من تخيلات تسخير كل الشبكات اللوجستية تحت لواءنا ترجار تزيئة للحوم بالجملة والتزيئة للمشاركة بهامي شرب حمو خفض وإيصال اللحوم بسعر 120 ألف لكل مواطنين على المستوى الوطني هذا ما نقوم به نحن نحتاج تضاف الجهود أخي محسن وإن شاء الله يكون عندنا عام المشترك الأخ جمال تحت صرفك لكل معلوماتك إن شاء الله يعني لو ساد موكلي نقدروا نقوله بالليل المواد الغذائية الأساسية رأي متوفرة شروط لكي تكون تستخدم اليوم لدينا مشكلة على اللوجستيك النقل تلما كان الضغط على المصانع والضغط على الموزعين كان مشكلة للنقل ما عندنا الشبكة الله يبرك عندنا زوج ملينو 800 كيلومتر مربع لأليمونتي وأكثر المصانع سنتراليزي في سنتر نعم والي بريمو السقفين بريمو السقفين يتساعد المصانع منهم السميد لكي نطرح المشكلة السميد أغلب المصانع في النور الشمال تسقف السميد على 40 ألف الشكارة 10 ألف 4 ألف وتمنا رأس تشح تسقف 40 ألف تقول لي كان تدعم النقل للوزارة تجار من 2018 تجار مع وضولهم شال النقل تذهب تدير الميل يقول كيبور المامو إلي بلوكي تجار تسقف 30 دنار تسقف كيبور تحوائيج الحمدوله موشكي تسقف تقول كما رانيش يقول المصانع يقول تسقف تسرحات وإنما تدبر تسرحات وإنما تدبر تسقف سفع لانا سميد في 2007 تكسر 40 ألف الغاز 6 دينار اليوم سيكون 30 دينار يقولون أنه لا يأخذ اسمه لكن لا يوجد إمكانيات التاجر لنا من السياسة على البلاد إن شاء الله سيكون أكثر اليوم لدينا مصانع اكتفاء الذاتين المونو إفريقية كانت الموزعين كانت الموزعين يخصنا غير الرقم الموزعين وكانت الموزعين وكانت تحكمه في الصوت نعم سيد ربما عندك إضافة باختصار فقط نعم بخصوص الأسعار فقط نقول أن الوفرة والتنفسية هو اللي سيضبطوا الأسعار حقيقة أن هناك ارتفاع جنوني لبعض المواد الواسعة الاستهلاك بسببين هذا السبب الأول أنه سبب خارجي بسبب تدعية الأزمة الاقتصادية العالمية الحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع تكاليف سميد نقص في المصانع أغلب الوقتات التي لا يعملون بها تكاليف نحن نحن نحوذ ذو كل يامات هذه الموزعين أنا معاك في الأرقام اللي أعطاه لكي تعمر السوق البعض نعم نعم كي أن الناس رأيت بزنس ما نكرهش اللي يخلقوا المشاكل ما تقول بالنين إنسان عنده سجل تجاري عنده سوبر مارشي تحت 800 متر عنده ستين خدام وراه يسترزق نعم وصلت الفكرة سيد موكلي نعم وصلت الفكرة ما تقدمها وزارة التجارة بخصوص هذا التجار اللي عندهم سجل تجار ما عنده سجل تجاري ما عنده سجل تجاري ما عنده سجل تجاري حسب المعطيات سجل تجاري 90% سيموحسن 90% من النتائج اللي حكموهم في المضاربة لا يتوفرون لا على بتاقة فلاح ولا على سجل تجاري وبتالي هم دخلاء وهم طفلين للأسف سنسعى قلنا للقضاء عليهم نعم سيد عصم بدريسي الأمينة الوطنية للاتحاد العام للتجار والحرفيين شكرا جزيلا على حضورك معنا ولكل هذه التوضيحات نقطة بغطوة هي بالنسبة للأسعار المرجعية نحن من خلالكم نوجه الوزارة التجارة بالنسبة للرخصة لا بد من ملح رخصة استثنائية في شهر رمضان أنه الذي يبيع للتجار للبيع بتخفيض دون رخصة وهذا من أجل إعطاءهم فرصة لتخفيض الأسعار هذا بالنسبة للتخفيضات نعم بالنسبة لموسم التخفيضات هذه السنة استثنائيا في شهر رمضان البيع بالتخفيض مسموح ولكن نريد أن يكون بدون رخصة وهذا من أجل إبعاد تلك العلاقية وربما إعطاء فرصة للتجار كل التجار من أجل تخفيض الأسعار والمساهمة في هذا المسعى وكذلك حماية قدر الشرائية وحنا كفيدراليا اتخذنا موقف الموزعين تقنى رح يعرضوا للسلع في هذه الأسواق بأسعار المصانع مدام نحاو هذه واسمه البيع المباشر في المادة صابون ولا في المادة أي مادة لأن هذه الأسواق كانت مواد الغذائية والنظافات التعليمات من عند الفيدراليا والمصانعين أو الموزعين هم يبيعوا في الأسواق من أجل ضبط السوق نعم سيد جمال مكلي رئيس الفيدرالي الوطنية للأسواق وتجار المواد الغذائية شكرا جزيلا لك شكرا لك أستاذ عيسان بدريسي الأمينة الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين وشكرا لسيد بوحسين فارس عضو المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك حمايتك شكرا جزيلا لك بماشى بالجزائر نعم يدخل علينا بالبركة والخير إذن مشاهدنا وصلنا إلى ختم الساعة الاقتصادية شكرا على المتابعة نلتقي الأسبوع القادم حول الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة